بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا أنزله الله عز وجل قرآنا عظيما وحبلا ممدودا وعهدا معهودا وذكرا حكيما وصراطا مستقيما فيه دلالات ناطقة وآيات صادقة ضحض به حجج المبطلين ورد به كيد الكائدين وأيَّد به الإسلام والدين فلمع منهاجه وثقب سراجه وشملت بركته ولمعت حكمته على خاتم الرسالة الصادع بالدلالة الهادي للأمة الكاشف للغمة المبعوث بالرحمة فأحيى معالم الحق ودمغ الكذب وقمع الشرك ولم يزل يعارض ببيناته المشركين حتى مهد الدين وأبطل شبه الملحدين صلى الله عليه صلاةً لا ينتهي أمدها ولا ينقطع مددها وعلى آله وأصحابه الذين هداهم وطهرهم وبصحبته خصهم وأثرهم وسلم تسليماً كثيراً أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد قاهر الططار بمصر الجديدة حيث نلتقي وإياكم في هذا الأسبوع الثقافي تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان مكارم الأخلاق وخير ما نستهل به هذا اللقاء آيات عطرة من الذكر الحكيم يكلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي فليتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ والأرض والجبال فَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ليعذِّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفوراً رحيماً صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماماً ونوراً وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف نهار واجعله لنا حجةً يا رب العالمين هكذا أيها الأخوة الأحباب استمعتم إلى تلاوةٍ قرآنيةٍ مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي وكانت استهلالاً لهذا اللقاء الإيماني في هذا الأسبوع الثقافي والذي يتحدث عن مكارم الأخلاق ومن أفضل ومن أعظم هذه المكارم التي تميز بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فضيلة الأمانة والتي سيتشرف بالحديث عنها الليلة فضيلة العلماء ويحضر معنا اليوم من قيادات مدرية أوقاف القاهرة الدكتور محمود خليل وكيل المدرية والدكتور منتصف محمود مدير الإدارة والشيخ محمود عبد الباقي مدير إدارة النزهة والشيخ عبد العزيز البنة مفتش مساجد النزهة ويتقدمهم متحدثنا هذه الليلة عن الأمانة في الأسبوع الثقافي عن مكارم الأخلاق الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة فليتفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فشكر موصول لراعي هذا الحراك العلمي معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشكر موصول لإدارة أوقاف النزهة وللقائمين على هذا المسجد على حسن الاستقبال وأدعو الله عز وجل أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا مننا ولا بيننا ولا حولنا ولا في مصرنا شقيا ولا محروم مشاهدين الكرام مستمعي الأفاضل إن الغاية من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تتمة الأخلاق كما جاء في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم وإن محاسن الأخلاق لتأخذ بصاحبها إلى أعلى الدرجات كما قال صلى الله عليه وسلم عن محاسن الأخلاق إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم الصائم الذي يداوم على صيام التطوع والفريضة والفريضة والقائم الذي يداوم على صلاة النوافل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم ومن محاسن الأخلاق التي دعى إليها ديننا الحنيف بل هي أساس من الأسس التي قام عليها ديننا الحنيف الأمانة وهي كلمة جامعة كما قال القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قال إن الأمانة تعم جميع وظائف الدين على أصح أقوال المفسرين الأمانة صفة من صفات المرسلين وعندما نتصفح ونقرأ صورة الشعراء سنجد أن سيدنا نوح عرف بنفسه وهو يتحدث مع قومه فاتقوا الله وأطيعون إني لكم رسول أمين قالها سيدنا هود وقالها سيدنا صالح وقالها سيدنا شعيب في نفس الصورة فهي صفة من صفات الأنبياء وبها لقب خير الأنبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصفه قومه بالصادق الأمين قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم وأهل العقيدة يقولون إن من صفات الأنبياء والمرسلين الصدق والأمانة ما يجب للأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة فهي صفة من صفات الأنبياء وهي صفة من صفات المؤمنين الصالحين وقد أثنى الله عز وجل على متصفيها بقوله في مطلع صورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ووصفت بنت الرجل الصالح أو بنت سيدنا شعيب وصفت سيدنا موسى بأنه قوي وأمين قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وقد علَّق النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان على التخلُّق والتحلِّي بصفة الأمانة فقال لا إيمان لمن لا أمانة له مش لا إيمان يعني نفع عنه صفة الإيمان لا نفع عنه صفة كمال الإيمان لا إيمانة لمن لا أمانة له وما دخل الناس في دين الإسلامي في بعض أقطار الأرض إلا بحسن أخلاق المسلمين وبتطبيقهم لقيم الإسلام النبيلة كالصدق والأمانة في المعاملات وحينما قال الإمام القرطبي إن الأمانة تعم جميع وظائف الدين على أصح أقوال المفسرين فهي كلمة أو فهي صفة أو قيمة تطلق على كلام الرجل على صلاة الرجل على عبادة الرجل تدخل في العبادات في المعاملات في الأخلاق في كل شؤون حياتك ينبغي ألا تفارقك هذه الصفة حتى تكون من الذين قال عنهم رب العالمين أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوسة هم فيها خالدون الذين يارثون الفردوسة وقيمة الأمانة تحتاج إلى إيمان صادق إلى إخلاص لله إلى عمل لله تماما كما حدث مع سيدنا موسى لما رأى المرأتين تزودان عن الإبل ولا تسقيان حتى يصدر الرعاء بادر بنفسه دون أن يطلب منه دون أن يطلب منه وسقى لهما دون أن يطلب منه ولذلك لم تصفه المرأة بالقوي الأمين من فراخ فعل ما فعل صدقا مع الله وإخلاصا لله وتحقيقا للإيمان كما ينبغي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له والأمانة تكون في الكلام وتكون في العمل وتكون بحفظ الأحاديث مع الناس وبحفظ العلاقات مع الناس ومع الزوجة ومع الأبناء وبكل ما يتصل بشؤون حياتك وسأعرّج وسأعرّج على صفة من هذه الصفات أمانة الكلمة من الذي علّمك الكلام من الذي علّمنا الكلام الله حينما يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علّم القرآن خلق الإنسان علّمه ها البيان الذي علّمنا البيان هو الله ولذلك من تتمّة شُكر الله عز وجل على هذه النعمة التي ميّزنا بها على بقية خلقه من المخلوقات من تتمّة شُكر المنعم أن يكون الإنسان أميناً في كلامه صادقاً في كلامه يُراعي الأمانة عندما يتحدّث لا يتحدّث إلا بما يُرضِ الله عز وجل خلق الإنسان علّمه البيان علّمه البيان فمن تتمّة شُكر هذه النعمة أن لا يستخدم المسلم لسانه إلا في طاعة الله عند الرضا وعند الغضب عند الصرّاء وعند الضراء مُتمثّلاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته صرّاء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضرّاء صبراً فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ومُتمثّلاً قول الله تعالى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وفَرْعُهَا فِي السَّمَاءَ تُؤْتِيُكُ لَهَا كُلَّ حِيدٍ بِإِذْنَ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق القرآن وأن يخلقنا بأخلاق الأنبياء وأن يهدينا إلى محاسن الأخلاق إنه ليهدي إليها إلا هو أشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً دكتور خالد صلاح الدين مدير مدريات أوقاف القاهرة الذي طوف بنا في تلك السجية العظيمة من مكارم الأخلاق وهي الأمانة ولقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاقيات الطيبة فلقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالت كان قلقه القرآن كان قرآناً يمشي على الأرض فقد ميز الله رسوله صلى الله عليه وسلم بمزايا قل أن توجد في واحد من بني البشر مهما حلق في سماء الفضيلة وبلغ ذروة السؤدد والمجد إخوة الإيمان والإسلام الحديث موصول أيضاً عن الأمانة مع الأستاذ الدكتور ياسر مرسي أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد من هداه فهو السعيد ومن أضله فهو الطريد البعيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش المجيد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظم الجميع خصاله صلوا عليه وآله يا رب صل على الحبيب محمد وجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في الأولين والآخرين أنت ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فأحييكم جميعا بتحية الإسلام وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصةً لوجهه الكريم وأن يجعلها في موازين القائمين عليها والعاملين لأجلها أيها الإخوة الكرام الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والسعادة الأبدية مطلب كل عاقل في هذه الحياة كل منا غايته وبغيته وهدفه وغرضه أن يفوز بسعادة الدارين أن يكون سعيداً فائزاً في الدنيا والآخرة ولا فلاح ولا نجاح ولا سعادة ولا طمأنينة ولا راحة ولا تقدم ولا ازدهار ولا عمران إلا بالتحلِّي بالقيم النبيلة والأخلاق الجميلة التي على رأسها خُلُق الأمانة الأمانة كما تفضَّل شيخنا وأستاذنا هي أداء الحقوق والقيام بالواجبات هي إتقان العمل هي حفظ الودائع الأمانة لفظٌ ومفهومٌ شاملٌ وكاملٌ يعمُّ جميع جوانب حياة الإنسان ويعمُّ جميع مجالات هذا الدين الحنيف الذي شرَّفنا الله تعالى بالانتساب والانتماء إليه من الذي يحتاج الأمانة؟ مع من تتخلَّق بخُلُق الأمانة؟ الأمانة يحتاجُها كلُّ إنسان كلُّ إنسان يحتاجُ إلى التحلِّي بالأمانة يحتاجُ إلى أن يؤدِّيَ وظيفته على الوجه الذي ينبغيه يحتاجُ إلى أن يعبدَ الله تعالى حقَّ عبادته يحتاجُ إلى أن يسيرَ على سُنَّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاجُها كلُّ إنسانٍ منا لا فرقَ بين حاكمٍ ومحكُومٍ ولا بين رئيسٍ ومرؤوسٍ ولا بين رجلٍ وامرأةٍ ولا بين غنيٍ وفقيرٍ الكل مُطالبٌ بأداء هذه الأمانة قال ربي في مُحكَمِة بياني فليُؤدِّي الذي ائتُمِنَ أمانَتَه وكلمة فليُؤدِّي ده فعل إيه؟ فعل أمر لأن فعل الأمر له صيغ أربع منها الفعل المُضارع المبدوء بلا من الأمر فليُؤدِّي الذي ائتُمِنَ أمانَتَه وليتَّقِ الله ربَّه إذن كلُّنا مُطالبون ومأمورون بأداء هذه الأمانة ما الأمانة التي طالبَنا الله تعالى بأدائها؟ أن نقوم بواجِبنا في كل مجالٍ من مجالات الحياة فالأمانةُ نحتاجُها في معاملاتنا مع ربنا ونحتاجُها في معاملاتنا مع أنفسنا ونحتاجُها في معاملاتنا مع غيرنا مع أسرنا ومع مجتمعنا ومع وطننا ومع أمَّتنا الإنسان لا ينفكُّ عن خُلُق الأمانة أبدا إذا أردت السعادة كما هو مطلبُ كل عاقٍ كما مهدنا ووطَّأنا إن أردت السعادة في الدنيا والآخرة فعليكَ بالأمانة والدليل على ذلك مُفتتَحُ سورة المؤمنون قال الله تعالى قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ كَتَبَ لَهُمُ الْفَلَاحُ الفلاحُ في الدنيا نعم الفلاحُ في القبر نعم الفلاحُ في الآخرة نعم قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِهِمْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ذَكَرَهُمْ بِصِفَتِهِمْ المُؤْمِنُونَ الإيمان ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ربط هذه الصفة بخُلُق الأمانة لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له فإذا أردت السعادة والفلاح فعليك بتحقيق الإيمان ولن تحقق الإيمان إلا بالتحلِّي بخُلُق الأمانة قال صلى الله عليه وآله وسلم المسلم من سلم المسلمون وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم يبقى لا بد من تحقيق الإيمان ولن تحقق الإيمان إلا بالتحلِّي بالأمانة وإذا أردت السعادة في الآخرة وسعادة الآخرة بدخول جنات تجري من تحتها الأنهار أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهليها قال تحلَّة بهذا الخلُّق تحلَّة بأخلاقٍ وقيم منها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وفي النهاية النتيجة الثمَرَة الفائدة أُولَى أُولَئِكَ هُمُ الوارِثُون وَاحْفَظُوا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ إذا فعَلَ المُسْلِمُ هذه الصِّفَات الست وقام بها مُخلِصًا من قلبِه لربِّه جلَّ جلالُه كان من أهل الفردوس الأعلى كان من أهل الجنات التي تجري من تحتها الأنهار إذن بمُقتضى هذا المُفتَتَح في سورة المؤمنون لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح لمجتمعنا ولا لوطننا إلا بتحقيق الأمانة الأمانة حقِّقها في عبادتك لربِّك جلَّ جلالُه أسبِغ الوضوء صلِّ صلاة مُودِّع اخشَع في صلاتك أتمَّ أركانَها وشُروطَها وهيئاتِها احفَظ ربَّك جلَّ جلالُه في زكاتِك أدِّي زكاة مالِك لمن يستحقُّها من الفُقراء والمُحتاجين وابحَث عنهم وفتِّش فهي أمانةٌ في يدِك وفي عنُقِك أنت مُطالَبٌ بأن تسوقَها إلى من يستحقُّها صومُك أمانة حجُّك أمانة والِدَاك عندَك أمانة إذا أحسَنتَ إليهما وقُمتَ بواجِبِك نحوَهما امتثَلتَ قولَ ربِّك جلَّ جلالُه واخفِض لهما جناحَ الذُّلِّ من الرَّحْمَة وقل ربِّ ارحمهما كما ربَّياني صغيرا وتأمَّلُوا هذا التَّعبير القرآني وهذا النَّظمَ الإلهي اخفِض لهما جناحَ الذُّلِّ من الرَّحْمَة كَأَنَّكَ طَائِرٌ قَوِيٌّ فَتِيٌّ عِمْلَاقُ تُحَلِّقُ بِجَنَاحَيكَ فِي السَّمَاءِ لكن في حضرة والديك رحمةً بِهما وإحسانًا إليهما وبِرَّا بِهما اخفِض لهما جناحَ الذُّلِّ لا خوفًا ولا جُبْنًا وإنما عطفًا وشفقةً ورحمة وهذا من أداء الأمانة أولادُك أمانة أنت مُطالبٌ ومسؤولٌ ستُسألُ عنهم بين يدي ربِّك جلَّ جلالُ يا أيُّها الذين آمَنوا قُوْوا أنفُسَكُم لو وقفت الآية عند هذا الحد ما كنت مسؤولًا عن أولادك لكن أكمل الآية قُوْوا أنفُسَكُمْ وأهليكم نارًا فأولادُك أمانة أنت مُطالبٌ بصحبتهم بتربيتهم بتنشئتهم أنت مُطالبٌ بأن تسأل ولدك مع من يخرُج مع من يُصاحِب مع من يتكلم مع من يُفطفِد إذا أصابته أزمة نفسية أو ما شابه ذلك فهو أمانةٌ في عنُقك ويوم أن تركنا أولادنا للسوشيال ميديا وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك ضاعت جميعُ الأخلاق ضاعت جميعُ الأخلاق ولم يستطِع أحدٌ منا أن يفرِض سيطرتَه على أولاده فهم أمانةٌ في عنُقك فاتقِ الله عز وجل في هذه الأمانة أنت مسؤول أن تُخرِّج لهذا الوطن ولهذه الأمة المحمدية أن تُخرِّج أجيالًا وأولادًا صالحين يحملون الراية من بعدنا زوجتُك عندك أمانة فاتقِ الله عز وجل في هذه الأمانة ومما ينبغي أن نتنبَّه إليه من الأمانات أمانةُ العلم والفتوى وأيضاً مع انتشار السوشيال ميديا وما أشبه ذلك أصبح الكلُّ يهرِفُ بما لا يعرف ويتكلم قبل أن يتعلم الكل يفعل أو يصنع لنفسه أو يصنع له بعض أحبابه يصنع له صفحة ليخرُج علينا بين الفينة والأخرى ليقول ما شاء وما يريد دون أن يتعلم مع من جلس من العلماء على يد من تعلم لم يتعلم على يد أحد ولم يقرأ كتاباً ولم يفهم مسألةً ولم يتذلل ولم يجثوا بركبتين أمام الشيوخ والعلماء ليأخذ عنهم العلم فماذا كانت النتيجة؟ حين ضاعت أمانةُ العلم والفتوى أصبح من لا علم له ولا دراية ولا بصيرة يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى وينطِق الرويبِضة ما الرويبِضة؟ الرجل التافِه يتكلم في أمر العام ومن طلب العلوم بغير شيخٍ يضلُّ عن الصراط المُستقيم وتلتبِس العلوم عليه حتى يكون أضلَّ من توم الحكيم تصدَّقَ بالبناتِ على رجالٍ يريدُ بذاكَ جناتِ النعيم واحد اسمه التوم الحكيم يُفتي بدون علم ومن فتاويه ومن فتاواه أنه قال يجوز لولي البنت أن يتصدَّق بابنته على الشاب الذي يرى فيه صلاحًا وتقوى هل هذا يجوز؟ لا يجوز لأن الصداق والمهر واجب ورُكْن من أركان الزواج ما الذي جعله يقول هذه الفتوى أنه غيرُ مؤتماً في طلب العلم وفي أداء الأمانة ألا فلنتقِ الله سبحانه وتعالى في جميع شؤوننا وجميع أقوالنا وجميع أعمالنا وأحوالنا فإذا ضاعت الأمانة فسدت المجتمعات والأمم وإذا ضاعت الساعة وإذا ضاعت الأمانة فانتظر الساعة كيف إضاعتها إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جعل لله وإياكم ممن ذُكِّر فنفعته الذكرى وراقب ربه سرًّا وجهرًا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم مما عملت وعملتم وجزاكم الله خيرًا على حسن الاستماع شكراً للاستاذ دكتور ياسر مرسي أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر أيها الأخوة الأحباب ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فهو مهما كان العداء الشديد من قريش لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلا أنها كانت تلقبه بالأمين بل كل من كان عنده شيء نفيس فلا يجد من يضع هذا الشيء إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمانة أيضًا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى الهجرة كان ضمن تخطيطه لها أن يبيت سيدنا عليه في مكانه وليس هذا من باب التمويه وفقط وإنما كان من أجل أن يرد الأمانات التي أودعتها قريش عنده ثم يلحق به في طريق الهجرة مرة أخرى هذه هي الأمانة التي كانت من معالم حسن الأخلاق عند رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان والإسلام هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المتهل الشيخ زياد عادل فليتفضل لا إله إلا الله به نؤمن وعليه نتوكل وبسنة نبي المصطفى وإن إذو خطايا وإني ذو خطايا وإني ذو خطايا فعفو عني وظن فيك يا سندي جميل وظن فيك يا سندي جميل وظن فيك يا سندي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني سيدي يا رسول الله وجهك المأمول حجتنا يوم ياتي الناس بالحجاج وزمان أن تحاكمه وزمان أن تحاكمه قد أتاه الله بالفرج صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبي وجد لا يدريه إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طاها ودعوت بطاها الله ومدحت بطيبة طاها ودعوت بطاها الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العشاق تجلى أهلا أحباب وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا أحباب وسهلا ما قال لباك كلا ما يعطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلامي على طاها سلامي على ياسين سلامي على الممدوح في نوني والقلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلام سلامي على من قال للضب من أنا سلامي على من قال للضب من أنا فقال رسول الله شفيع للأمام صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بهذه الكلمات المباركات من فضيلة الشيخ المتهل زياد عادل نأتي معكم إلى ختم هذه الليلة والتي كانت في بكورة هذا الأسبوع الثقافي عن مكارم الأخلاق تحت رعاية فضيلة معالي وزير الأوقاف الأستاذة دكتور محمد مختار جمعة باسمكم جميعاً أشكر فضيلة الشيخ أحمد تنميم المراغي قارئاً لهذه الليلة ودكتور خالد صلاح الدين مدير مدرية أوقاف القاهرة متحدثاً والأستاذ الدكتور ياسر مرسي أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأظهر متحدثاً وفضيلة الشيخ زياد عادل متهلاً وإلى أن يجمعنا وإياكم لقاء الإيماني الآخر نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته